اشتركوا في القناة في اتصال هاتفي مع احد المربيين بدولة سوريا تسأل عن كيف يجعل الدجاجة لا ترقد حتى لا يتسبب ذلك في خفض منتجه من البيض معلوم ان تربية الدجاج البلدي هي تربية مربحة خصوصا اذا تم احسان او اذا تم التعامل الجيد مع هذه التربية وتربية الدجاج البلدي هي تكون اما للحم او للبيض غلبية المربيين يرغبون في الحصول على اكبر عدد من البيض سواء خلال اليوم او الاسبوع او الشهر لكن غريزة الرقاد تتسبب في اشكاليات كببرة على مستوى الانتاج فظاهرة الرقاد تنتشر كثيرا في الدجاج البلدي بعد فترة وجيزة من انتاج البيض اذا تتسبب في وقف او توقف الدجاجة عن وضع البيض فيلجأ المربيين لطرق متعددة وكل حسب تجربته في هذه الحلقة باذن الله سوف نتطرق الى هذا الموضوع وللاجابة على هذا التساؤل ربطنا اتصالاتنا مع مجموعة من المربيين الذين لهم خبرة ميدانية في المجال حتى نستفيد من تجربتهم وكل كانت له تجربة معينة احد المربيين قام بوضع الدجاجة الراقدة على وضع البيض على البيض وسط حاجز مشكل من مجموعة من الكتاكيت التي تبلغ من العمر سبعون يوما فكانت النتيجة ان الدجاجة لم تقوى على الرقود لان ظروف الامن والامان لم تتوفر لديها هناك مربيين اخرين يلتجون الى طرق كثيرة قمنا بتلخيص هذه النقط وسنقدمها اليكم باذن الله بتفصيل اولى يجب تفادي وجود اماكن خافتة اي قليلة الضوء لان قلة الضوء بالعنبر تحل الدجاجة بغريزة القرق وعدم ترك البيض داخل البيضات وذلك في اقرب وقت ممكن من وضع البيض عدم السماح للدجاجة بالتواجد داخل البيضات لفترة طويلة تغيير اماكن العلافات والمساقي بالصمرار حتى يشعر الطائر بعدم الراحة كما يجب ترك الدك مع الدجاجة حتى يزعجها بالتلقيح خصوصا اذا تم وضعهما في حاجز صغير جدا استبعاد الدجاجات الراقدة من العنبر اول باول وبعبارة اخرى تغيير مكان الدجاجة بالصمرار حتى لا تعود الى مكان قرقها كما ان هناك بعض الوسائل التي يمكن ان ننهجها لعلاج هذه الظاهرة اي ظاهرة الرقاد كتعريض الدجاجة الراقدة لتيار شديد البرودة خصوصا اذا كان الهواء المباشر وتعريضها لاضاءة شديدة مع تغطيس الدجاجة الراقدة في الماء البارد مع الحرص الشديد اذا كان الجو باردا لانه قد يؤدي الى الاضرار بالدجاجة واصابتها بالزكام طبعا هناك مجموعة من الادوية التي تعطى للدجاجة التي ترغب في الرقاد وذلك لمنعها من الرقاد هذه كانت بعض النقاط التي تطرقنا اليها نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم الافادة المرجوة شكرا على تتبعكم واخلاصكم لقناتنا دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة شكرا